بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على النبي الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن شهر رمضان الكريم شهر تغفر فيه الذنوب وتقال فيه العثرات وتمحى فيه السيئات وتزول فيه الخطيئات لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على مغفرة ذنوبه في هذا الشهر الكريم وإن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قد أتى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بثلاث كلمات من هذه الكلمات التي ألقاها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد من أدرك رمضان فدخل وخرج ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقال نبينا صلى الله عليه وسلم آمين فويل ثم ويل لمن دخل عليه رمضان وخرج ولم يفز فيه بمغفرة الله سبحانه وتعالى فعليك أخي المسلم أن تحرص على مغفرة ذنوبك في هذا الشهر الكريم وتجد كثيرا من الأعمال الصالحة التي تغفر بها ذنوبك بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الأعمال صيام رمضان قال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى إيمانا يعني مصدقا بوعد الله سبحانه وتعالى وأن الله فرض عليه هذه العبادة العظيمة واحتسابا يعني يحتسب أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى وكذلك قيام الليل في رمضان قال نبينا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك قيام ليلة القدر أن تحرص على قيام ليلة القدر وأن تحرص على الفوز بها في العشر الأواخر من شهر رمضان قال نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك أخي الحبيب من أسباب مغفرة الظنوب في رمضان كثرة قراءة القرآن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم كل هذا مما تغفر به الظنوب وتمحى به السيئات وتقال به العثرات عند الله رب العالمين كذلك الصدقة والإحسان والعطف على الفقراء والمساكين أن تقوم على هؤلاء الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل قال نبينا صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا وأن يبدل سيئاتنا إلى حسنات اللهم آمين آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين